قال المبعوث الاثيوبي لسودان حمود درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الاسبوع الفائت لسودان قال ان الجهود افلحت في احداث اختراق ووفاق في جسم الازمة السودانية وقال درير في مؤتمر صحفي عقد مسامس الثلاثة بمقر السفارة الاثيوبية في الخرطوم ان المجلس العسكرية ابدا حسن النية ووافق على اطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين من اجل بناء الثقة بين الاطراف كما علنا درير ان الطرفين اتفق على العودة الى المفاوضات قريبا مع التمسك وعدم التراجع عما اتفق عليه سابقا حول مجلس الوزراء والبرلمان على ان يستكمل النقاش حول المجلس السيادي من جهتها اعلنت قوى الحرية والتغيير في موقف يعكس مهادنة وسعيا لخفض التصعيد تعليق العسيان المدني موقعا افساحا للمجال امام الوساطة الاثيوبية